السلام عليكم في الفيديو ده هنشرح ازاي نحول اي صورة سواء احنا مصورينها بالموبايل او موجودة على الموبايل الى ملف بي دي اف اول الحاجة هندخل على الاببستور بتاع جوجل بلاي وحنبحث عن البرنامج ده ده برنامج خفيف ومجاني وبينزل على اي تليفون اندرويد والبرنامج اسمه المسحة الضوئية الواضحة مسحة مجاني ملفات بي دي اف طبعا انا منزله عندي وعن تجربة هو حلل المشاكل كتير وبالذات ملفات البي دي اف اه هنفتح البرنامج واول ما نفتحه طبعا هنعمل عليه شوال كتير قوي هيجلنا خيارين من تحت واحد ان احنا ممكن نختار اي صورة عندنا في الموبايل ونحاولها البي دي اف او نصور بكامرة الموبايل اي صورة خارجية سواء انت كتبها بايدك او مثلا تصورها من مجلة او من كتاب وتحاولها ملف بي دي اف هنضغط على علامة الكاميرا كده هيفتحينا كاملة الموبايل هنيجي مسلا على اي مكان احنا عايزين نصوره كده مسلا ونزبط ايدينا ونصور كده بالشكل ده هاجينا طبعا الحدود بتاعة ضبط الصورة هنبدأ ان احنا نزبط الحواب بتاعتها نخليها مستقيمة ما فيهاش اي حروف زايدة بالشكل ده هنسحب من كل اتجاه وهنخليها كلها مستقيمة بالشكل ده وحنقول هنضغط على علامة الصح اللي تحت دي عشان نحفظها ومن اللي فوق طبعا بتبني الصورة كده واضحة جدا وشكلها كويس قوي واي حد يقدر يقرها ومن اللي فوق هنزبط بتاع الصورة الوضوح بتاع الصورة طبعا احسن اه اوبشن فوق اللي هو كلمة واضح اللي انا معلم عليها دي طبعا اي اوبشن تاني بيخلي او الوضوح بتاع الصورة اقل تمام طيب انا دلوقتي وحضغط علامة الصح طب انا دلوقتي عادي اضيف صفحة تانية انا عندي صفحات كتيرة قوي انا كده صورت صفحة واحدة تمام ايبانا هعمل ايه هصور صورة تانية احنا لسه في النفس المستند هضغط برضو على صورة الكاميرا بالشكل ده واروح جاي على صورة تانية وليكن مسلا دي مسلا واضغط عليها كده وبرضو زي معرفنا ان احنا بنحدد الحدود بتاعتها عشان ما بقاش فيها اي ميل بالشكل ده لغاية ما بنزبط الحيز بتاع الصورة كويس وبعدين بنعمل نختار علامة الصح عشان نحفظها بالشكل ده تمام طبعا ايه احنا عندنا صورة لو عايزين مسلا نخليها ايه الصورة دي واضحة ويعني واضحة اكتر ممكن نختار من الفوق ممكن نخليها وثيقة بالشكل ده ممكن نخليها صورة تبقى بالشكل ده وهكزا وبعدين نضغط على علامة الصح عشان نحفظها كده عندنا المستند بقى فيه صفحتين وده بيشيل اي عدد من الصفحات يعني ممكن انا عندي بحس مثلا في عشر ورقات ممكن اصور العشر ورقات طول ما انا موجود على صفحة المستند اللي انا بدأته في الاول مرة بعد كده اغير ممكن اغير اسم المستند من فوق واسميه مثلا نمسح مثلا كلمة مستند اربعة دي ونسميه مثلا البحث مثلا اي اسم ونقول حسنا يبقى كلي يتحفظ عندي على البرنامج طيب انا دلوقتي عايز اعمل له مشاركة مع اي حد اجي تحت هنا في الابشن اللي تحت في الشريط اللي تحت كلمة مشاركة وادوس عليها ممكن ابعثه عن طريق الواتساب ممكن ابعثه عن طريق البلوتوز ممكن ابعثه رسالة ممكن ابعته على التليجرام على اي برنامج موجود على الجهاز ممكن ابعته ممكن على الفايبر ممكن على الايميل على طول مباشرة طيب انا عايز انزله على الجهاز واحتفظ بيه على الجهاز عن نسخة عندي بدوس على المزيد تحت جنب كلمة مشاركة بيطلع لي ارسال بالبريد حفظ الى المعرض اللي هو في السور او مسلا حفظ الى الزاكرة اللي هي في الميموري وطبعا اتباعة دي لو احنا موصلين الجهاز على طبعة ممكن يطبع على طول تمام بس وده درسنا النهاردة ويا رب يكون استفدته الفيديو ده برغم انه هو بسيط ولكن مهم جدا لأولاد الامور اللي بيحضروا ابحاث اولادهم الابحاث التعليمية بتاعت وزارة التربية والتعليم واشوفكم على خير ان شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى